نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي السيوت والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لدو الهمم وكبر السن بالمحافظتين وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من دو الهمم وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من دو الهمم وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي أسيوت والمنوفية مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية للذوي الهمم وكبار السن بالمحافظتين وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء مواقفهم التجنيدية ألقى اللواء محمد صبحي مهنة مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية للذوي الهمم وكبار السن إن تلبية مطالبكم مواجب علينا ولهذا نحن معكم اليوم نؤكد على أن القوات المسلحة المصرية من نسيج هذا الوطن حريصة على تقديم كافة التيسيرات لكم كما أن إدارة التجنيد والتعبئة وتنفيزا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالعديد من المبادرات التي تقدم مزيدا من التيسيرات لأبناء الوطن كما تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية للذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام ورفع الروح المعنوية لتلك الفئة العزيزة من أبناء مصر أول عشان كنت أطلع لابن شهادة أو معاقزة ده يطلع شهادة لازم يروح بنفسه منطقة التجنيد دلوقتي القوات المسلحة مشكورة بصراحة لأ وفرت علينا حاجات كتير الحمد لله سهلونا كل حاجة الحمد لله بركة في سيادة الرئيس عبد الفتاح الزيسي سهلونا كل حاجة الحمد لله نحمد ربنا وكل حاجة تمام يعني الحمد لله مكتش متوقعة كده والله وقدرة التجنيد ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ناس محترمة وناس كويسة كلها الحمد لله تم عمل هذا الاحتفال الجميل الرائع لتسليم الشهادات الخاصة بالمعافاة من التجنيد بعد المعاناة اللي كانوا بيعانوها أولادنا في الصفر إلى القاهرة لتوقيع الكشف الطبي وتسلم الشهادات هذا إنجاز لزوي الاحتياجات الخاصة في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح الثيسي منشكر الكوات المسلحة على التأسيرات اللي قدمتها لزوي الهيمم على استلامهم الشهادة وعدم تعبهم في التجنيد وهنا وهنا وآخر أحلى تأسيرات وربنا يحفظهم لمصر يا رب تحت قياد السيادة الرئيس عبد الفتاح الثيسي في التأسيرات للكوات المسلحة عملت حاجة حلوة من شاء الله إن كل شاب من دولة السلام المعافاة في محافظته فالحمد الله يصرون الحال على كده ونشكر القوات المسلحة وعرئيسهم السيادة الرئيس عبد الفتاح الثيسي طبعا الحفلة بتاعت النهاردة هم فخرين بيها أو فرحانين بيها وبيستعدونها بقالهم أكتر من شهر عشان هم فرحانين باللبس بتاع الجيش بتاعنا وفخرين بجيش مصر وفخرين بسيادة الرئيس إنه دائما بيكرمهم ودائما نفاكرهم في كل الاحتفالات بتاعتهم خضر المراسم محافظ أسيوت والمنوفية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين